نقل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن القنصل البريطاني العام في القدس دايان كورنر التزام بلاده بقرار عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة وبحل الدولتين وذلك بعد اجتماعا عن بعد تم بين الطرفين وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة لزتراس قد اقترحت نقل السفارة البريطانية إلى القدس بعد أن أثار تصريح رئيسة وزرائها السابقة جدلا بريطانيا أكدت للسلطة الفلسطينية أنها لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس التزاما بقوانين الشرعية الدولية وحل الدولتين وفق التشريعات الدولية فإن السفارة البريطانية في تل أبيب هي المسؤولة عن العلاقات مع الإسرائيليين ونقلها يعني اعترافا بريطانيا بسيادة الاحتلال على القدس رغم أن هذا يعاكس الموقف البريطاني فهو انتصار للقانون الدولي وانسجام مع مقتضيات القانون الدولي خصوصا الموقف البريطاني السياسي يدعم حل الدولتين وكان مطلوب منهم بل كان مستغرب جدا أنه كيف الحكومة السابقة تذهب إلى هذا المنح الخطير الذي يقود كل الموقف السياسي السابق لهم أي خطوة من هذا القبيل بالنسبة أنها تشجع حكومة الاحتلال على المضيف سياساتها وعلى تهويد القدس ونرى أن أي دولة تقدم على ذلك هي تضع نفسها في مواجهة القانون الدولي عام 2017 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن إنشاء بعطات دبلوماسية في مدينة القدس لكن بعد ذلك بعام نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس ثم تبعتها هندوراس وغواتيمالا وكوسوبو دول أخرى تراجعت عن نقل سفاراتها إلى المدينة المقدسة مثل باراغوي ورومانيا أما أستراليا فلم تنفذ قرارها بنقل سفارتها الحكومة القادمة في إسرائيل إذا ما تحققت بين اليمين واليمين المتشدد في ظن أن المجتمع الدولي سيكون لديه خشية كبيرة من إجراءاتها وقد يكون هناك ضغوط أوروبية تحديدا لمنع إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية من الذهاب إلى أقصى اليمين باتجاه مزيد من الاستيطان وقمع الفلسطينيين بالشكل الذي يطالب به بنغافيروس موتريتش وفق مراقبين فإن مواجهة نقل السفارات يمر من بابين الأول سياسي عبر المنظمات الحقوقية الدولية والثاني قضائي كما في حالة بريطانيا التي تعترف بالاختصاص العالمي والذي يمنحها أيضا سلطة محاكمة مرتكبي جرائم للقانون الإنساني أي أن الجهة المتهمة يمكن مقاضاتها أمام أي محكمة في أي دولة فكيف وإن كانت بريطانيا هي المتهمة؟ من رام الله المحتلاء أسيل سليمان رؤيا ترجمة نانسي قنقر